هذا وكشفت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية اتساع مساحة الدمار في مدينة حمص إلى ما نسبته 54% من بنيتها العمرانية هذا وكانت هذه الصورة حصلت الجزيرة على حقوق بفها قد التقطت في زمنين مختلفين أولهما صيف العام الماضي أي قبل بلوغ المواجهات حد استخدام المدفعية والثاني بعد أسابيع من إعلان نظام الحكم انتصاره على ما يسميها المجموعات المسلحة في حي باب عمر تقرير ماجد عبدالهادي وقراءة مقارنة لهذه الصور تظهر صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها الجزيرة مدينة حمص مختلفة اختلافا كبيرا عما كانت عليه قبل ثمانية شهور هي الآن تزخر بالدمار ولسيما منها حي باب عمر الشهير الذي يتضح أن كثيرا من مبانيه قد سويت بالأرض كما دمرت شوارعه ومثله أيضا وإن بدرجة أقل باتت الأحياء الأخرى المجاورة التي تنتشر فيها الحواجز العسكرية كالإنشاءات والبياضة والخالدية والحميدية وصولا إلى الجسور خارج المدينة الصور الملتقطة في نيسان أبريل الجاري تظهر تمركز الدبابات والآليات العسكرية في مناطق عدة كالقلعة وبجوار نهر العاصي والساعة الجديدة والسوق التجاري والتحويلة الجنوبية كما تكشف نقاب عن محاولة الجيش تغطية آلياته لإخفائها عن الأقمار الصناعية بعدما استخدمها لقصف باب عمر مع دمر يتضح كذلك تراكم النثايات وسط الأحياء السكنية وفيضان المياه الأسنة من المجاري إلى شوارع وميادين رئيسة في حمص أبرزها سوق القديمة أما الصورة التي قد تحمل مغزا أخطار فهي هذه قصف أحياء كرم الزيتون وكرم اللوزة وجب الجندلي وباب دريب أدى إلى نزوح سكانها ليفرض تواصلا جغرافيا بين أحياء موالية لنظام الحكم هي عكرمة والنزهة والزهراء والمهاجرين والعباسين بالعودة إلى مقارنة الصور الحديثة بتلك التي التقطت في أب أغسطس من العام الماضي يتبين أن حمص التي تشبه الآن مدينة أشباح كانت حتى ذلك التاريخ تضج بالحياة وشوارعها تزدحم بالسيارات والمشاء ولكن أين ذهب كل هؤلاء يقفز السؤال فتجيب الصور قائلة إن المسح الفضائي يؤكد تدمير ما نسبته 54% من مناطق حمص وهو ما يعني أن عدد الذين نزحوا يقدر بنحو 700 ألف نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ مليون و300 ألف نظام الحكم يتهم طبعا المجموعات الإرهابية المسلحة بالمسؤولية عن تدمير حمص وتهجير أهلها بيد أن معارضيه والثائرين عليه يردون إليه التهمة ويستدلون عليها بالحياة الطبيعية التي تعيشها المناطق الموالية له أو المؤيدة بعدما ظلت كل الوقت في منأة عن أي قصف مدفعي ترجمة نانسي قنقر